قضاء الايام اللي افطرناها في رمضان لأي عذر سواء مرض او سفر او حيضة عند النساء هو قضاء على التراخي يعني على التراخي يعني عندنا فرصة نستنى يعني مش لازم ما اول رمضان ما يخلص او مصايم الايام اللي افطرتها في رمضان ممكن اصومها في اي وقت في السنة وكانت السيدة عائشة يعني يعرف عنها انها كانت بتأخر صيام الايام دي لغاية قبل رمضان بتاع السنة الجاية وتصومها قبل رمضان على طول فمش لازم ان انا اقضي اللي علي قبل ما صوم العشرة الاوائل من ذي الحجة فاللي عايز يصوم العشرة الاوائل من ذي الحجة بنية سنة صيام الايام دي زي ما كان الصحابة بيعمله يبقى نصوم وبعدين ممكن نقضي بعد كده واللي عايز يعمل اللي اتنين بيعملها بنية واحدة وهي نية القضاء لان الفرد بيتاخد في نية واحدة فباخد نية قضاء الايام اللي علي وبتصادف فأفضل أيام الأرض لعشر أوام من ذي الحجة فيضاعف لي الأجر ولكن النية قضاء ما علي واللي مش عايز يقضي مع لي يقضي بعدين يصوم بنية السنة وياخد الثواب الكبير